أنه اليوم قطر عرضت إنشاء ثلاث معامل كهرباء بتكلفة صفر وتمت عرقلته من عرقل هذه؟ أنت بتذكري مش هلأ لا اليوم ولا هده الأسبوع من أربعة شهر أنا كنت بقطر وطلع الخبر أنا وبقطر أنه قطر تقدم ثلاث معامل طاقة شمسية بقوة 150 ميجاوات كلمعمل وأنه تقدم هيدا الشي ضمن الاتفاق اللي معمول بالنفط والغاز بين توتال وقطر أنرجيز والدولة اللبنانية ولما كنا بقطر بحضور سفيرتنا وحضور الوفد اللبناني وزير الطاقة القطري بيبلغنا قدام الكل يعني أنه فيه ثلاث معامل نحنا طلبنا من الدولة اللبنانية تحدد ثلاث مساحات أراضي وبالتكنولوجيا الجديدة بدك مساحات أراضي صغيرة يعني ما بدك نص الجبل لتعملي معمل طاقة شو وقال أنه هني مستغربين أنه برغم حاجة لبنان للكهرباء سبعة شهر ما صار أي تحرك أنا حملت هذه الرسالة أول شي طلعنا بالإعلاب من هناك أنه تبلغنا هالشي وسألتهم للقطرين إذا عندكم مانع أنا أنزل أحكي فيه ألا بالعكس أنزل أحكي فيه ورجع أكد عليه نزلت لهوني أنا اجتمعت مع رئيس الحكومة وحكيت مع وزير الطاقة أنه يا جماعة شو صار من سبعة الشهر لليوم بلغني بوقت رئيس الحكومة أنه لا هو عم يتابع الموضوع وحيتحرك الملف وأنا تركتها بأرضها على أساس أنه حيرجع يمشي الحال رجعنا رحنا زيارة تانية عن خطر يعني بعد أربعة شهر من السبعة شهر اللي أنا بعتبرون ضياع وقت ضاية على لبنان اللي بحاجة لربع كيلو وات كهرباء رجعنا رحنا لهوني كمان كان فيه سؤال مرة جديدة شو عملته بموضوع بدكن هالطاقة المتجددة ولا ما بدكن إياها وأنا رجعت أكدت بالنيابة عن لبنان كله أنه أكيد بدنا إياها وأكيد بدنا نشتغل عليها وأنا شخصية حرجع تابعها يبدو أنه الجهات القطرية حسوا أنه لما عم تجي الإشياء بشكل كبير عم تخلق نوع من العرقلي والفوضى لأنه منعرف المطامع اللبنانية وسياسة النكد والمحاصصات لما بيشوفوا شغلي كتير كبيري بتخدهم وما بيعد يعرفوا ياخدوا قرار هلأ رجع إيجا القطرية قال طيب بركي بمئة ميجاوات بيمشوا يعني عايب فأنا ملاحق الموضوع أنه بركي إذا إيجا هيك الرقم صغير بيقطع أنه منقدر نعمل هالمئة ميجاوات نعطي شوية كهرباء للعالم لو ما شانا مضخات المي اللي بتوصل المي عجبا لبنان وبيروت يعني بس الحلال والحرام عايب شي معيب اللي عم بيصير أنه من سنة في مبادرة لإطلاق ثلاث معامل كهرباء بدهم تنفيذهم سبت الشهر لتبلش فيهم قلنا سنة من حطيت آلية بعد شو بدنا نعمل أين وزير الطاقة من كل ما تكلمت به؟ ما بقى أنتوا فاتشوا عليه أنا حكيته هلأ هلأ بدي شوفه قريبا لأحكي أنا ويا رسميا بهذا الموضوع لأنه أنا ما حدا يقول أنه وزير الاقتصاد ما فيه تدخل بهذا الملف أنا نصف اقتصادي مضروب من موضوع الطاقة نصف شعبي هاجر من موضوع الطاقة بلبنان فاليوم لا أنا بدي أحكي بموضوع الطاقة وبدي أدخل بموضوع الطاقة وبدي أسأل وين المعامل وإمتى بدون يصيروا